أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وهدت له تمهيدا ثم يتم ونا زيد كلا إنه كان الآيات عنيدا سرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عمس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مردوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والسبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما زلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعد الشافعين فما لهم عن التذكيرة معردين كأنهم حمر مستنفرا فرق من خسورا بل يريد كل مرء منهم أن يغتاسه فمنشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو آل التقوى وأهل المغافرة الله ربنا ورب العالمين ترجمة نانسي قنقر